اشتركوا في القناة اتنظر كتير جدا من جماهير النادي الاهلي على اللي جاي واللي جاي مش سهل كل وقت وليه ادان لكن اعتقد ان بعد ماتش امبارح وبعد التحفزات اللي كانت موجودة عند كتير من الناس اللي تابعت مجريات الامور لازم نقف عندها النهاردة تفصيلة تفصيلة بشكل عام طبعا الهدف مبدئيا اتحقق وهو ان احنا نصعد وقد كان ولكن في صعود عن صعود بيفرق فكرة الطمأنة للجماهير وان كانت الطمأنة في بعض الاحيان ساعات ساعات بتجيب نتيجة عكسية برضو من وجهة نظر البعض من الجماهير ساعات ممكن الجمهور يشوف ان اللعيبة بيلعبوا باداء فيه شيء من الغرور او شيء من الثقة فده بينتج عنه فرص كتير جدا قوي خالص مهدرة ولا سيامة في الشوط الاول وده للماتش التاني على التوالي حاجات كتير هنتكلم عنها مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة سواء في السياق الحلقة او في الفقرات الحوارية بالمناسبة النهاردة كالعادة هيكون عندنا فقرتين حواريتين في الساعة التانية من حلقتنا الفقرة الاولى هيكون معانا فيها النقد الرياضي لأستاذ احمد رشاد وحديث مطول عن الالعاب الرياضية الاخرى في النادي الاهلي وحضراتكم طبعا اعرفين كويس ان احنا زيما منهتم بالكلام عن الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي منهتم بالكلام عن كل الفرق الرياضية في كل الرياضات الفردية وجمعية في النادي الاهلي ده دور اصيل من ادوار هذا البرنامج اما الفقرة التانية ودي بقى اللي غالبا هنفرج فيها بقى في الكلام ونقف عند كل التفاصيل هتكون فقرة كروية بحتة مع النقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم اللي دايماً بيبقاله قول ودايماً بيبقاله وجهة نظر ورؤية مغيرة ومختلفة وعينه بتروح لتفاصيل بنحب أو ينقف معها عندها في كل مرة بيناورنا فيها في عشر الصبح في الأهلي بداية الكلام أكيد مبدئياً كده مبروك مبروك تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر الإفريقي بعد طبعاً ما تخطى عقبت وبعد ما نقدر نقول أنه هرب من فخ سيمبة أنا واحد من الناس ما كنتش متخيل أنه احنا ممكن يجي علينا اليوم اللي نقول فيه أنه احنا الحمد لله أن ربنا سطرها معانا وعدينا من فخ سيمبة مع كل الاحترام لسيمبة وكل الاحترام لأي فريق بيلاعب النادي الأهلي أو بنفسه فأي بطولة أياً كانت بس احنا بنتكلم في الآخر من وجهة نظر وكأن حضراتكم معاكم ميزان والميزان فيه كفتين كفة منهم فيها النادي الأهلي بزخمه بتاريخه بثقله بأسماء لعبته بإمكانياته بقدراته بحاجات كثيرة وفي الكفة التانية الفريق التاني لما يكون الكفة التانية أضعف نسبياً أقل يعني كفة النادي الأهلي هي الأتقل وهي بالتالي الأرجح لما بنشوف حاجة يعني غير مرضية بالنسبة للجمهور لا بنقف وبنندهش وبنستغرب أمار لما يكون الكلام على فرقة تانية على الأقل فيها شيء من التكافؤ فتاني هرجع أقول لكم النهاردة عندنا حاجات كثير عايزين نتكلم فيها بس مبدئياً تخطينا عقبة فريق سنبا التنزاني بعد طبعاً ما تعدلنا مع تعادل إيجابي في استاد القاهرة إمبارح وقبلها طبعاً زي ما حضراتكم فاكرين تعادل يعني إيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة الزهاب اللي اتلعبت فيه دار السلام عشان يستفيد النادي الأهلي من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين وبالتالي يتأهل الدور النصف النهائي ويضرب موعد ناري كالعادة مع سان داونزان جنوب إفريقي فيه مباراتين زهاب وعودة الأولى إن شاء الله ستكون في نهاية الشهر الحالي والتانية في بداية شهر نوفمبر المخبل